هذا هو عليه الصلاة والسلام في أمر البلاغ يقف على جبل الصفاء وينادي قومه وينادي فروع قبيلته فرعا فرعا ثم يعلنها بين أظهرهم أنه رسول الله إليهم ويدعوهم إلى الإيمان بالله وحده ونبذ الشرك وترك عبادة الأصنام وأن يعبد الله عز وجل وحده ويتحمل في هذا الطريق أن يضرب حتى يسيل الدم من وجهه عليه الصلاة والسلام ويجد الأذى فيصبر وقد وضع فرث الناقة وسلاها على ظهره فصبر وما استطاع أحد من أصحابه أن يزيله عن ظهره وهو ساجد عند هذا البيت العتيق حتى جاءت ابنته فاطمة رضي الله عنها وأزالت ذلك عن ظهره ولأجل الدعوة كان يوضع العذر في طعامه من جيرانه فكان يقول يا بني عبد المطلب أي جوال هذا؟ فكان هذا شأنه في أمر الصبر وعندما لم يجد ذاك القبول الكبير من قومه خرج إلى أهل الطائف وعرض نفسه عليهم وقابلوه بذاك الأذى وأغروا صبيانهم ورموه بالحجارة قال فخرجت هائما على وجهي فما استفقت إلا وأنا بقرن الثعالب وبعث الله له ملك الجبال مع أمين الوحي جبريل وكلمه ملك الجبال وقال له يا محمد إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت فقال بل أصبر وأستأني لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا وفي طريق دعوته يأتي إلى محافل الناس ومنازلهم في مواسم الحج في منا وعرفة ويدعوهم إلى الله مع وجود من يسير من خلفه ويقول للناس لا تطيعوا فإنه كذاب ويستمر في طريق دعوته شكرا شكرا شكرا